اه بنتكلم على اه الحاجات التانية بقول انا بعالج اي مرض في الدنيا بخمس ستة حاجات اول حاجة بعالج الحالة النفسية ضبط التفاؤل انا اي مرض مريض بيجي للعياد مش هادر يمشي عنده هلام مفاصل اش هادر يقوم بعد العجل بأخسم بالله انك هتخرج من عندي ماشي على رجلة بأخسم بالله انها هتخرج عندي ماشي على رجلة جايب عكاس جايب عجل جايب الجن الازرق ليه لازم تتزبط عنه طبعا ما دي له شوية حام شوية حاجات اللي ما بيخفش طبعا عندنا اه طشت مليان زيت مغلي فبنقعدوا في طشت زيت المغلي ده نص ساعة فطبعا بيخف او مرضاش يقعد اصلا يقول انا خفير طيب عندنا كمان النوم الصحي جزء من البرنامج بتاعنا لو ما نمتش بيلمشة تعالى عندنا النظافة المستمرة لازم تكون السرير نظيفة لازم لو المريض مش قادر يستحمى منديل مبلل وبندعاكه صبح وليه مغلي قرنفل ساخن وسبري او قطنة لازم ندعاكه مرتين تلاتة في اليوم ما ينفعش يبقى المريض معفن وقاعد في السرير معفن كلام ده مش هيجيب نتيجة انت عاوز المريض يخف لازم تعطر له جسم مش قادر اودي الحمام يبقى مساح له جسمه بمناديل معطرة بمغلي قرنفل مرتين تلاتة كل يوم المريض اللي بيعتنى بيه الناس وبيغيروله الداخلي والخارجي يجيبولك بتحس ان المريض ده اهله ناس فاهم انما مريض جاي لك الاعيادة والملابس الداخلية مقطعة والدنيا معفن الداري ده مهملينه جدا ده سايبونه لغاية ما يموت يعني عندنا اهل المريض هم اللي يخلوا اما عايزينه يخف واما عايزين يسيبه لغاية ما يموت المتابعة واحد ده عندها سبعين تماما عادل وحدها دي هتعمل اكله وتعمل بتاعه وتنظر فنساها حرم عليكم شيروها يا اخي لغاية ما تخيف عندي خمس ست ولاد متجاوزين ومسافرين وانا عادل واحد اجيب لها علاج ازاي مين ينظف لها نعين لها حد طبعا لازم المفروض ان احنا امة جماعية لما ربنا انا امي شالتني وانا صغير وكزا وكزا ما ينفعش ربنا واحدة بعد ما كبرت قال تعالى اما يا بلغان عندك عندك الكبر مش هسيبه امي وابويا وسافر برا واشوفه استقبلي واللي ضيعه نص عمرهم علي اللي علمتني وصيرت علي ودروس رايح ودروس جاية وقاعدة قدام باب المدرسة وايوة بعد عشرين تلاتين سنة اسبها وامشي اسبها للروماتويد والامراض النفسية واسبها تروح للدكتور تدورها تخبط على الجران تجيب جار معاو يا جاه يعني بيجي للناس العيادة مخبطين على الجران ولادي ربتم وصيرت عليهم ليالي بخش اللي قد بتاعتهم معاية ده كان نام على السريق ده ونام على السريق ده وانا زكريات جميلة بس ضيعت الناس طيب عندنا كمان الرياضة المنتظم او التدليق المنتظم او نضافة المنتظم لازم بدلك المريض نص ساعة السبعة نص ساعة بالليل بالزيت بماغلق رنفل دون مش عايز اقول نص العلاج نص العلاج نضافة وتدليق نص العلاج انما اخد الدوة ده مش هيخف يا فانت انا في بعض الالام في الرجلين والقدم ياخد المسكن مش نافع لووس مش نافع ده اللي كله رجليه حطله حتة حنة يخف المساج بيعالج الالام التي لها تعالجها المسكنات التدليق بيعالج الالام التي لها تعالجها المسكنات ايو العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي فيزيوسيرابي اضعف الايمان مش هجيب لكل مريض الطبيب فيزيوسيرابي لكن علينا نقدر ندلك له جسم ونحط له شوية زيت حط له حتة حنة من شوية رنفل مغلي اطمة مبللة بمحلول معطر متسيبوش معافة كده. والله هو ممكن يكون خطأ في التشخيص لو ربنا رزقه طبيب محترم هيعالجه. لكن هو بيروح لطبيب غلط. انا عندي الام في الظهر. نعمل عملية الفقرات. لسه الالم موجودة. زي ما امتلك جال مريض. عنده كرش وكل ازبوع يخش الحمام يعمل براس. راح لدكتور. لا نعمل اسطرة ودعام. كمان اسطرة ودعام. بقاله سنتين والله العظيم سنتين. اسطرة ودعامة سبعة. والاخر ادنا له شاية ملاينات ونظفنا قولون. اسبوع واحد بقى ينام ويستريح ويدعيلنا. انت سايب القولون والكرش والامساك. وجاي تلعب في القلب. مشكلة في نقص بوتاسيوم بسبب انه بيكلش موز. وفاكر ان هو عصاب. وراح في الاخر خالص الشخص غالب بسبب انه بينزل الصيدلية تشخصه. ما بيروحش. حضرتك يا فندم رعشة دي لها ميت سبب. لازم اروح له الدكتور احكي له. لكن لو انا عندي رعشة ونزلت للصيدلية وداني تيجريتول وداني مش عارف مش الدواء هو العلاج. انما العلاج ان انا عرف سبب ايه? علشان ابان عنه زي الحساسية. عندي حسامة خيري وكزا. بتزيد ايه? اكتب ورقة وقلم. الاكل الشرب. اه مش عارف جيلاتي. لب شوكولاتة كزا. ايه اللي حصل بعدها? عندي هرش. اكتب اللي انا كلته وشربته. ايه اللي حصل بعدها. عندي حساسية نفسية. حساسية صدرية. لازم اكتب كالت ايه وشربت ايه اللي حصل بعدها. عشان في الاخر بعد اسبوع. بعد اسبوع اقول لك ايه اللي عمل رعشة? ايه اللي عمل اتزاز? ايه اللي عمل هرش? ايه اللي عمل امساك? لازم تجيب لي التحليل ده كل اسبوع. لازم تجيب لي التحليل ده كل اسبوع. اسباب الرعشات هي عندنا ملتبسكولوروزيس. عندنا مثلا التلايف المتعدد. عندنا الشلل الرباعي. ساعة اللي هو الشلل الرباعي خالص مع رعشة الشلل النصفي الحوادث خبط في الدماغ خبطة عمل رعشة دي اسباب كبيرة فشل كلب أو كبدي بعض الأدوية بتعمل رعشات زي في أنواع من السرطان بتعمل رعشات ساعات الرعشة دي بيبقى ورم يبقى مش كل رعشة هروح للصيدالي الديني داوة يبقى مش كل رعشة هروح للصيدالي الديني داوة خلي بالك بس فيه ساعات بعد الإصابة الحمز ميزة وقرت لك فيه نوع اسم الكورية وأستونيا بقى وحاجات غريبة يعني يعني فيه رعشات غريبة أول فيه سوء التغذية مدام واحد دقيته أكياس ومادة حافظة وبتاعة قد كده السوداء بيشربها دا فشل كلب وسرطان على طوة عشان تعرف بتعملهم تحليل مش سيدالية لا منعشان أعرف سبب الرعشة بطلب عشرين تحليل بطلب صور الدم احتمال عنده أنامية بطلب سكر ساعات بكتاج بالسكر عندي ساعة أول ناس بتيجي تكتاج بالسكر عندي عنده دمامل وخراريج وبيغرش أعمل لي تحليل السكر إيه تلتمية هو ما يعرفش أن عنده سكر السكر بيعمل لي رعشة وبيعمل لي هرش وبيعمل لي خراريج يعني اللي أنا عايز أقول لك عليه إن لما بيجي لي بطلب سكر وصور الدم واملاح الدم وبطلب وظائف كلا ووظائف كبد وبطلب حاجات تانية كتير وساعات بطلب وظائف غدة وساعات أطلب رسم ألب يعني الدكتور بيبقى حاسس إن فيه كذا سبب للرعشة دي أنا عايز أعرف السبب بتاعها إيه وساعات ما بطلعش ولا حاجة يطلع عنده سبب نفسي خايف ما بينامش كويس يعني ما ينزلش الصيدلاء عطول ياخد حونة لهم ولو نزل الصيدلاء وخد ده وحادينا للحكاية أكتر كل ما يجي لي زي اللي عنده مش عارف سقوط أدب راح لواحد كواه كواه بواصله العصب خالص يعني زي واحد عنده ألام شديدة راح لواحد حطله إيه دبوس إبرة في ودنه فقالي ده القلم راح قلت له بس يخلي بالك القلم ده نعمة من ربنا عشان يعرفني إحنا فيه أنا لما بيجي لي مصاب مريض في حادثة ما قدرش أدي له مسكر لي يا دكتور عشان أعرف إيه الكسر اللي عنده لو ديته مسكر مش عارب عنده إيه عنده كسر هنا ولا فوق ولا تحته مش كده؟ يعني قصد حضرتك لو نزل الصيدلاء ياخد حونة بيت ويلف هي لغبط حضرتك أنت في التحاليل بعد كده ما هو لازم قبل ما تاخد الدواء تعدي على الدكتور تقول له أنا عندي كذا وكذا وكذا وهو يطلب التحاليل المطلوبة وبعدين يدين علاج لكن أنت هتستسهل واجبني لآخر هتجيب نتيجة عكسية أنا زي ما أقول لك راح للراجل كواه وبعد ما كواه الدنيا تنيلت وراح للتاني يقول له لا ده الفقر الخمسة والستة فجأة الخمسة والستة عمله سوزة الرجالية وبعدين يتنيلت وبعد كده بقى يمشي على عكاس مع أنه كان عند شوية تنميل الدكتور الأول وبعدين الشقة الصح لو معجبكش تسخيص ومرتحش قلبك له والدكتور ما سمعكش كويس روح الدكتور يسمعك أنا رح تقول الدكتور عندي صداع خد الدوة ده عندي راشق خد الدوة ده برجع خد الدوة ده على بال ما خلصت كلمتين كان هو خلص الرشيد ده مش طبي ده مرف من فعش فعش ده فعندين دلوقتي إذن راشق اليدين والتهاب الأعصاب مهم جدا أنا بعارف أنا بزبط الحالة النفسية بزبط النوم بزبط الرياضة والمساج والتدليك بزبط الغذاء قبل الأكل كل مرض عندي إيه الأمراض اللي تزوده وإيه الأمراض اللي تمنعه فشل كلوي بقى فشل كبدي عضلة القلب سرطان مش عارف عنده مشكلة في الجلد كل مرض عندي له ورقة محترمة إيه الأسباب اللي تخدها فتزود المرض وإيه الأسباب اللي تخدها فتقلل المرض إنما ده مش موجودة عندنا في الدراسة ما درسناش ده مهم جدا أنت بعارف إن احنا بنعالج الأمراض من جذر